عقدت اليوم السبت الأمنة الوطنية لشبهة البوليساريو دورة استثنائية تحت إشراف الأمين العام للجبهة ورئيسه الجمهورية إبراهيم غالي تحضيراً لعقد المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المقرر قبل نهاية السنة الحالية هذا وفي كلمته الافتتاحية وضح الرئيسه الصحراوي أن دورة الاستثنائية تأتي تحضيراً للمؤتمر السادس عشر للجبهة بغية توفير كافة الشروط والإمكانيات الكفيلة بإنجاحه على كافة المستويات وأوضح أن المؤتمر يأتي في ظروف دولية تشهد صراعات متتالية وكذا ظروف إقليمية يميزها بروز الحليف الجزائر كقوة يحسب لها خاصة في المشالات الاقتصادية والأمنية وكذا المساهمة في استباب السلم والاستقرار بالمنطقة